السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على هذا النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اننا نشهد انه قد بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الغمة وجهد في الله حق جهاده حتى اثاه اليقين اللهم جازه عنا خير الجزاء وارزقنا شفاعته يوم الدين اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم ان نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وبركته وهده ونعود بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم اننا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك اللهم يا حنان يا منان افتح لنا ابواب التسير واغلق علينا ابواب التسير انك السميع قريب مجيب وبعد ايها الاحب الكرام احييكم جميعا بتحية الاسلام تحية اهل الجنة وتحية اهل الجنة السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته خير ما نفتتح به لقاءنا هذا هو التبرك بالاستماع الى ايات بينات عطرة من القرآن العظيم بصوت شيخنا المقرأ عمر لقزابري اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بنعمة الاسلام ونعمة الايمان ونعمة القرآن حينما نبدأ اي عمل لكي يباركه الله سبحانه وتعالى ويجعله في حص حصين دوما نبدأ بذكر الله وخير الذكر هو كلام الله سبحانه وتعالى واعتدنا في اداعتنا مدرد دوما ان نبدأ بالقرآن الكريم وهذه سنة مباركة هي يتبعها المغرب هذا البلد الامين منذ ان وفقه الله تعالى ان يجمع شمل هذه الامة فاذا رأينا كيف ان مغربنا العزيز معزز مكرم منعم ببركة القرآن الكريم دائما يقرأ في كل الارجاء منذ تاريخ تأسيس المملكة المغربية الشريفة وهي تهتم بكتاب الله وهذا السر هو سر امنها وامانها وسر سلامتها نذكر مثلا الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه في احدى الاستجوابات مع احدى الجرائد الفرنسية اسمها لفيجغو وكانت الضرفي عصيبة جدا المنتظم الدولي كان يمر بظروف صعبة ودول الجوار كانت تعاني معاناة كبيرة صحفي سأل الملك الراحل الحسن الثاني قال له حينما تسافر خارج ارض الوطن الا تخشى ان يتعرض بلادك الى اضطرابات والى فوضى والى كدع قال ابدا انا عندي يقين بان بلدي امن قال لي كيف ذلك قال لي لانه مربع ثم انصرف فبقي الصحفيون يتساءلون ما معنى كلمة مربع فخرج الوزير انداك والمستشار لصاحب جلال مصطفى العلاوي رحمه الله وهو يحكي هذه القصة قال لهبت عنده وقلت لنا نعم سيدي الصحفيون يتساءلون ما معنى قلت لهم المغرب آمن ولن يتعرض لأي شيء وعندي يقين بان فيه الامان وقلت لهم السبب انه مربع لم يفهموا ذلك فقال ليها قل لهم مربع لان فيه ذور القرآن وفيه المساجد في كل مكان حيثما يقرأ القرآن الكريم تحل الملائكة حيثما يقرأ القرآن الكريم يحفظ الله تعالى البلاد والعباد فهذا سر من أسرار الأمن والأمان في المملكة الشريفة ألم يقل سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ونحن في إداعتنا مدرد ينحرص على أن يكون القرآن الكريم في كل وقت وحين أذكر قبل أربعة عشر سنة أول يوم افتتاح تأسيس هذه المؤسسة الإعلامية القائمون عليها أبوا أن تنطلق إلا بالافتتاح بالقرآن الكريم كنا نبحث عن شيخنا المقرئ الجليل عمر القزابري لكي يفتتح هذه المؤسسة بتلوته العطرة لكن كان أنا داك مسافرا فبحثنا عن مقرئ كنت أبحث عن المقرئين سبحان الله وكان أول من افتتح وحد المقرئ عجيب اسمه الشيخ عبد العزيز هو ولي من أولياء الله الصالحين مقرئ بارع للغاية هو أول من افتتح إداعة مدرد يو بكلام الله وهو عبارة عن إمام في إحدى القصاريات بمنطقة تيدي معروف يعني مغمور غير معروف وهو يريد أن لا يعرف هو إذا قرأ سمية قراءته ما شاء الله أوتي مزامير من مزاور داود لكنه يؤثر أن يكون خفيا وأنه لا يظهر للناس يصلي ثم ينصرف فكان هذا كان صديقي وطلبت منه أن يظهر هذا اليوم في هذه الإداعة فكان أول من وطعت قدمه في هذه الإداعة وافتتح بالقرآن الكريم ومن ثم صار القرآن الكريم مادة أساسية داخل المواد الإعلامية في الإداعة فالقرآن الكريم حاضر بقوة يكفي أننا في هذه الإداعة كل سنة في رمضان نقيم مصابقة في تلاوة كتاب الله تعالى هذه السنة مرت الدورة الرابعة عشر وكل سنة يأتي التلاميذ والصغار والكبار والذكور والإناث يتبارون في القراءات القرآنية المشرقية والقراءات المغربية وكل سنة الفائزون يحصلون على مواد على هدايا مالية وعينية وغيرها وهذا كله من باب التشجيع على كتاب الله تعالى كل رمضان مصابقة وطنية والحمد لله الخريجون للطلبة التي تخرجوا من هذه الإداعة في فائز في القرآن الأنسر وأئمة أعرف عدد منهم كانوا أطفالا بعد مرور أربع عشر سنة عدد منهم أئمة منهم في أوروبا في إيطاليا في كندا في أمريكا والبعض الآخر في العيون في سالة في وجدة في أقاليم مختلفة وهذا من كرامات الله تعالى ثم لا ننسى بأن إداعتنا العتدة تحرص على أن يكون القرآن الكريم حاضرا كل يوم ليس في رمضان فقط ليس في المناسبات كل يوم فالناس التي يستيقظوا مبكرا قبل الفجر سيلاحظون مع الرابع صباحا لنبدأ بالقرآن الكريم يوميا المسيرة القرآنية وهذا كله بركات فكل ما تلي القرآن في مكان إلا وفيه بركة فمغربنا الحمد لله يحظى بالأمن وبالأمان والسلم والسلام أولا لأن الملوك العلويين عبر التاريخ كانوا دوما يهتمون بالقرآن الكريم وفي عهد سلطاننا المحبوب محمد السيد حفظه الله ورعاه لا يخفى عليكم المسابقات الدولية والوطنية التي تنظمها المملكة الشريفة وعناية خاصة بكتاب الله كل هذا أولا هو إيمانا بالله تعالى ثم يقينا بأنه كل ما قرأ القرآن في مكان حلة البركة وحل الأمن والأمان وحل السلم والسلام بعد القرآن الكريم نلاحظ أننا عندنا وحد المزي طيبة وهي رفع الآذان رفع الآذان نعمة عظيمة الآذان لما اجتمع المسلمون ونزل الوحي وفرض الله الصلاة كان المسلمون يجدون عناة في التجمع فقالوا ماذا نفعل منهم من قال نتخذ بوقا كبوق اليهود ومنهم من قال نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى ومنهم من قال نوقد نارا كنار المجوس فسينا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يلهمه الصواب فأنزل الله الآذان وقد رأاه سيدنا عمر ابن الخطاب في المنام ووفق الوحي فجاءت صيغة الآذان الله أكبر الله أكبر ما معناها تكبير الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله هي إعلان لعقيدة التوحيد أشهد أن محمد رسول الله أن قدوتنا وأسوتنا وإمامنا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم حي على الصلاة حي على الفلاح هذا بشعر بأن من سلك ذي الطريق سيكون فالحا سيكون ناجحا سيكون مباركا ثم يكرر الله أكبر الله أكبر تكبير وهو تعظيم للدات الإلهية لا إله إلا الله توحيد من كان آخر كلامه لا إله إلا دخل الجنة هذا الآذان سيدنا النبي أمر الصحابة بأنهم يقيمونه في كل وقت وحين عند كل صلاة وبقي الآذان إلى يومنا هذا في جميع ربوع العالم الآذان وكلما كان الآذان كانت البركة ونحن في مغربنا العزيز الحمد لله عندنا ما يزيد عن خمسين ألف مسجد وحينما يحل وقت الآذان تسمع المنابر تصبح بالأذان هذا ما معنى معنى أن البلد مسلم والبلد فيه الإيمان والبلد تحله الملائكة وهكذا كل كل ما كان فيه الآذان كان مباركا إداعة ناميد راديو أول يوم تأسست فيه بدأت بالقرآن الكريم ثم أبى القائمون عليها إلا أن يكون فيه الآذان أذكر قبل 14 سنة كنا مع المسؤولين أرادوا أن يضعوا الأذان وجئت بمؤذن له صوت ندي لكي يؤذن فأذن وأقام الأذان أربع تكبيرات أربع تكبيرات سجلناه أربع تكبيرات وجاء المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بالضر البيضاء يتصل بالإداعك يقول أنت مسؤول عن جانب الديني لا بد أن تضع في الآذان فقط تكبيرتين وليس أربع تكبيرات لأن الصيغة المغربية في المغرب على المذهب المالكي الآذان فيه فقط تكبيرتين وفي المشرقي أربع تكبيرات يعني كل واحد عنده خصوصية دياله وكله من السنة فأعدنا الآذان مرة ثانية وتبرقنا هذا الآذان اللي تسمعوا أيها الأحباب الكرام في إداعة ميد راديو را عنده 14 سنة وأنا كلما سمعت نفسي أقول الدعاء الذي يعقب الآذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعته إنك لا تخلف المعاد يعني لقى هذا الكلام حلت له شفاعة يوم القيامة هذه بركة هذا استثمار هذه تجارة عظيمة مع الله سبحانه وتعالى فالحمد لله إداعتنا خمس سلوات في اليوم والليلة ترفع الآذان وتقيم الدعاء ثم بعد ذلك يقول الحمد لله دروس دينية كثيرة لاحظتم بأن الإداعة من راديو هي فيها وحد مجموعة كبيرة للبرامج المتنوعة المختلفة ولكن حضور الجانب الديني قوي وقوي جدا فعندنا ما شيخ أجل في مقدمتهم الشيخ المقرأ عمر القزابري اللي هو إمام ومشفع مسجد الحسن الثاني بالضال بيضاء المعلمة التاريخية الكبرى ويأمه آلاف الناس في كل رمضان فهو علامة صاحب وزن عظيم معنا كذلك الشيخ محمد بورا لهو لهو عضو في المجلس العلمي بالضال بيضاء والآن هو في في الديار الفرنسية ومشرف على تكويل أئمة هناك في الديار الغربية وله سمعة ومكانة ودرجة علمية رفيعة عندنا مثلا الأستاذ الدكتورة أمان نعامي اللي عندها دكتورة في الشريعة الإسلامية وتخصص في علم النفس وفي تدبيع شؤون الأسرة والحمد لله موفقة لدرجة كبيرة في التوجيهات التربوية وتقرن ما بين الثوابت والمتغيرات وهكذا الحضور الديني قوي جدا في 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 إداعتنا ميدراديو لماذا؟ لأن الوطن أصلا الوطن إن إداعت ميدراديو هي صورة مصغرة للوطن صورة مصغرة لهذا الوطن العزيز فالجانب الديني في مملكتنا المغربية الشريفة قوي وعندنا مؤسسة إمارة المؤمنين الضامنة لوحدة الأمة ولتشبتها بقيمها وبمبادئها والتدين المغربي هو يقوم على الوسطية ويقوم على الاعتدال ويقوم على عائدة الجنيد وفقه مالك وطريقة على عقيدة الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالكي هذا هو التدين المغربي هو في ثلاثة وابت أساسية هي أولا عقيدة الأشعري العقيدة على المستوى الأشعرية لأن هناك كما لا يخفى على كريم علمكم تيارات فكرية كثيرة في الجنب العقدي هناك المعتزلة هناك الأشاعر هناك الماتوردية وهناك العشرات من التيارات ولكن لماذا اختر المغرب الطريقة الأشعرية لأن أبا الحسن الأشعري كان عنده واحد مبدأ وسط معتدل في العقيدة أنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة لا يكفر في حين هناك مداهب أخرى قد يتكفر وأيضا أنه يلتمس يلتمس العفو لأن الله تعالى غلبت رحمته على عقوبته وكاتب عن نفس الرحمة وجميع التصورات في العقيدة جاءت معتدلة مبنية على الكتاب أولا ثم العقل ليس كالمعتزلة بدأوا بالعقل أولا ثم الكتاب وكل ما لم يوافق العقل غيروه فكان هدفه تلبيس إبليس ثم فقه مالكي رغم أن المداهب الفقهية كثيرة عندنا الشافعية وعندنا الحنفية وعندنا الحنبلية وكان الليت بن سعد والعشرات بل المئتنا المداهب لكن المغرب اختار الفقه المالكي لماذا؟ لأنه مبني على التيسير ما خير النبي صلى الله عليه وسلم من أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حرما مبدأ التيسير أولا ثم على مبدأ رفع الحرج وعلى مبدأ المصلحة المرسلة يعني أن الحياة هي تسير نحو المصلحة وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله فاختار المغاربة المذهب المالكي ثم طريقة الجنيد السالكي في السلوك والتربية السلوك والتربية يعني ما يسمى بالتصوف السلوك والتربية التصوف أنواع هناك التصوف الفلسفي اللي في شطحات عقلية هذا مرفوض وهناك التصوف البدعي أيضا فيه كلام غير منطقي وفيه ترهات مرفوض ولكن هناك التصوف السني المبني على الكتاب والسنة هو لك مثل الإمام الجنيد فالمغاربة لما قاموا بالصياغة التصور الديني أخذوه من أجود ما هو موجود في باب العقيدة والفقه وفي السلوك والتربية والحمد لله نحن في إداعة ميد راديو نسير على هذا المسلك مسلك الوسطية ومسلك الاعتدال مغربنا العزيز أيضا لماذا هو فيه الأمن والأمان والسلم والسلام رغم أنه يعاني من ظروف مالية ليس له ثروات ليس له بيترول ولا غاز ليس له ثروات طبيعية كباقي دول الجوار أو في الشرق الأوسط ومع هذا المغاربة الحمد لله واكلين شاربين ومنعمين لماذا؟ لأنه يقوم على مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي مغربنا الحمد لله رغم سنوات الجفاف ورغم السنوات الكورونا ورغم 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 مما يعلمه الجميع ولكن الحمد لله كل شي واكل كل شي شارب كل شي مستور والمبدأ يقوم على ماذا؟ على التكافل والتضامن الاجتماعي ونحن في إداءة ناميد راديو أيضا عندنا هذا الحس نسير الخطء التحريري نقوم على التكافل والتضامن ولا يخفى عليكم أن كنا نسعد ببرنامج اسمه قلوب رحيمة قلوب رحيمة مر في هذه الإداءة لمدة تقريبا ست أو سبع سنوات وكان فيه خير كثير عم على المغاربة وتوقف لماذا؟ لأن الناس كانوا في الأول يأتون بالعشرات ثم صاروا يأتون يطلبون المساعدة بالمئات ثم صاروا يأتون بالألف فرأينا بأن المسألة كبرت علينا وأن هذا مؤسس عظيم جدا فتم توقف البرنامج رغم أنه سبع سنوات مرت فيه الحمد لله خيرات كثيرة كان كل أسبوع تقريبا عشر إلى عشرين عملية جراحية تتم الناس دي القلب الناس دي السرطان الناس دي الزرع القرنية الناس دي الزرع القوقعة الناس لا عندهم الحديد في العظام الناس اللي عندهم حتى من غير طبي حتى الجانب التكافلي عنده أحكام بالإفراغ عنده أحكام بديون غادي تحكم عليها كان الحمد لله خير كثير يا عم ولماذا؟ لأن كل مكان هناك التكافل والتضامن في مكان ربنا وعد بأن تحل البركة وأن تحل الخيرات وأن تحل المكرمات فالحمد لله مرت سنوات طويلة وما زلنا ما زلنا على الأهد ما زلنا الحمد لله على هذا العاد ونسأل الله أن يبارك في الجميع ثم كذلك أيها الأحباب الكرام بلدنا المغرب يحظى بالأمن والأمان والسلم والسلام لماذا؟ لأنه بالإضافة إلى كونه أنه يتشبت بالقيم الدينية وبالإضافة أنه يتشبت بالقيم ديال التضامن والتكافل مغربنا العزيز يتشبت أيضا بالقيم الكونية الإنسانية ونحن نقش في عالم في عالم صغير الكويكب الأرضي نحن أسرة وكل المبادئ والقيم الإنسانية التي تشبت بمغربنا العزيز هي تسير على خطها إداعتنا من الراديو أول شيء أول شيء هو السلام السلام فمغربنا يؤمن بالسلام والقرآن العظيم هو اسم الإسلام مشتق من السلام ومن أسماء الله الحسنى السلام المهيمن من أسماء الله تعالى السلام والجنة تسمى دار السلام وربنا عز وجل فرض علينا التحية نقول وفيما بيننا اسمه السلام تحية فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما هو خير الإسلام يا رسول الله قال أن تقرأ السلام وأن تطعم الطعام وأن تصلي والناس نيام هذا هو خير الإسلام أنك تفشي السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف وتقرأ الطعام يعني الإطعام والتكافل والتضامن وأن تصلي بالليل والناس نيام كي تسمى وقت الغفلة فهذا المبدأ دي السلام تتبنه الدولة المغربية والمغرب يؤمن بالقيم الكونية وإداءة مدرد وأيضا تغرس فينا هذا المبدأ دي السلام ثم بعد ذلك المحبة المحبة للجميع فربنا سبحانه وتعالى جعل المحبة هي عنوان من معاني دخول الجنة حتى قال أن تحب تحب كل من يحبه الله قل اتبعوني يحببكم الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو مدعاة لمحبة الله تعالى والمحبة هي فيها كوننا نحن جميعا ننتمي إلى أسرة واحدة كلكم من آدم وآدم من تراب ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى هذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل أن يودع قبل أن يودع جمع الناس كلهم وقالوا ما دي الكلمات كلكم من آدم وآدم من تراب ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى هذا المبدأ دي المحبة ودي الأسرة الواحدة المملكة المغربية تتبنى ونحن في إداءة مدراد نسير عليه كذلك مبدأ اخر وهو مبدأ التراحم ان يكون الرحمة بين الخلق المحبة والرحمة والرحمة هذه مبدأ اصيل في ديننا لان الله عز وجل من اسمائه الرحمن الرحيم وقال عن نفسه العليا كتب ربكم على نفسه الرحمة فالله تعالى رحيم والراحمون يرحموا الرحمن بل ان بعتة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الا رحمة العالمين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ايضا مملكتنا المغربية الشريفة تحظى بهذا الامن والامان والسلم والسلام لانها تؤمن ايضا بقضية التعايش على الخير وعلى المتفق عليه وهذا التعايش ايضا هو مبدأ مستنبط من كتاب الله عز وجل الذي قال لنا يا ايها الناس لم يقول يا ايها الذين امنوا اذا اراد ربنا ان يخاطب الجماعة المسلمة يقول يا ايها الذين امنوا اذا اراد ان يخاطب المؤمنين فقط يقول يا ايها الذين امنوا ولكن اذا اراد ان يخاطب البشرية جمعة لفعل المؤمنين غير المؤمنين يقول يا ايها الناس يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانتا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالدعوة إلى التراحم وإلى التعايش بين الخلق أن نتعاون لأن الدين الإسلامي هو أصلا من مقاصده أنه جاء ليبني الحياة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أننا نبني الحياة فمغربنا العزيز الحمد لله في هذه الخاصية أنه يحب الحياة ويدعو إلى الأحياء ويدعو إلى السلام ويدعو إلى وقف الحروب ونحن نسير أيضا في هذه الإداعة على هذا الخط له خط رباني أصلا نحن الحمد لله في مغربنا العزيز نتكتل وراء صاحب الجلالة لماذا لأن هذا التكتل هو الضامن للوحدة وعدم التفرق والتشردم ثم من أبرز قضايانا التي ندافع عنها هي قضية وحدتنا الترابية فالمغرب شعب وحكومة وقيادة كلهم يؤمنون بالسلم رغم أن الأرض الأرض الصحراء الأقاريب الجنوبية هي ملك للمغاربة ولكن المغرب لأنه يدعو إلى السلام ويدعو إلى المحبة والوئام ويكره الحرب وسفك الدماء رغم أنه قد قد يضحي بأشياء معينة في مصالحه لكن هذا مبدأ أصل عنده يكفي أننا نستحضر ونحن نودع هذه الأيام استقبلنا الدكرة الثامنة والأربعين للمسير الخضراء المضفراء نستحضر كيف أن جاءت المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه كان بالإمكان أن يقيد حربا ضد المغتصبين للأقاريب الجنوبية ولكن فضل أن يقيم مسيرة خضراء مضفرة المسير الخضراء المضفرة هي لما أراد أن يبدعها استنبطها من سياسة جده المصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي لما أراد أن يفتح مكة المكرمة كان بإمكانه أن يدخل ويفتح مكة بالقوة لكن النبي الكريم جاء بمائة ألف من الجنود ولكنه ماذا قال جاء لماذا تظنون أني فاعل بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء فكانت هي مسيرة مسيرة سلمية غايتها هو استثباب الأمن والأمان في ربوع المكان وهكذا نحن في مغربنا العزيز ننحو نحو هذا الأمر الآن العالم من حولنا فيه فوضى والعالم من حولنا كأن التاريخ يعاد يكتب هذه الضرفية التي نعيش فيها التاريخ يكتب من جديد وفصول جديدة والناس يتكلمون على الضمير الإنساني وعلى غياب القيم وعلى مجموعة كبيرة من المبادئ لكن نحن عندنا يقين بأن إن شاء الله وبفضل الله وبجود الله وكرم الله الخط الطيب والسليم الذي نسير عليه سوف يوصلنا إلى بر الأمن الحياة هي في فتن وربنا عز وجل قال لنا في كتاب العزيز حاسبتم أن ليس لكم الفتن لابد أنكم قبل أن تمروا الحياة تضوق من الفتن الحياة في فتن وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان تقتر فتن يعني سرع قيم سرع مصالح سرع مبادئ ماذا عليك أن تفعل أنك تتشبت بالقيم التي تدعو إلى الرحمة وإلى المحبة وإلى السلام وإلى التضامن وإلى التكافل تشبت بهذه بالعروة الوثقة والناس يتخبطون فيما بينهم وهذه الحياة الدنيا فيها ابتلاءات وفيها فتن حسب أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لابد أن تتعرض لفتن نطلب الله تعالى أن يخرجنا منها سالمين غانمين فضل من الله وإكرمه فالحمد لله على أن وفق مغربنا العزيز إلى هذه الخيرات نحن ما نحن محتاجين إليه محتاجين أننا نزيد في التكتل فيما بيننا نطلع الله تعالى أن يجعل كلمتنا كلمة واحدة وأن يكون صفنا صفا واحدة وأن يكون رأينا رأيا واحدة والحمد لله العبقرية جلالة ملك محمد السلس حفظه الله ورعاه والعناية الربانية التي تحيط به فالحمد لله سوف نصل إلى بر الأمان بإذن الله الوحد الأحد ثم أن نترحم القوي منا يأخذ بيد أخيه الضعيف والفقير منا يحترم من هو أقوى منه فكما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا يكون عدنا وحد النوع من التآذر والتضامن والتكافر فيما بيننا ولا بد أن نعمل لقد دق نقوس العمل لا بد أن نعمل الكل ينبغي أن يعمل فالعمل عبادة والعمل هو هو الضامن للتنمية والضامن للحياة الكريمة والضامن للعيش الرغيد والضامن للأمن والأمان لا بد أن نعمل يعني يكفينا ضيعنا الكثير من الوقت ضيعنا الكثير من الأشياء في أمور تافهة علينا أن نبدأ العمل الجيد البناء وأن نضع اليد في اليد وربنا سبحانه وتعالى يبارك ثم علينا أيضا أننا في هذه الحياة الدنيا أن نلتمس الأعضار بعضنا لبعض لا بد أن نلتمس الأعضار لأن الحياة طويلة وفيها مطبات وفيها فتن وفيها عراقيل ونطلب الله السلام والعافية أنا كل الصباح كنفيقو كنقول أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وباركته وهده ونعود بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده الحياة فيها فتن وفيها مطبات واللي ما جاته اليوم غير غدا أشخصنا نديروا بعضياتنا لأوصان به النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن تكون علاقة مبنية على المحبة وعلى التسامح وعلى التزام الأعضار لأنك هناك من من حارس على أن يتصيد أخطاء الآخرين لكي يخلق الفتنة والبلبلة هذا ليس من صفات المؤمنين هذا من صفات المنافقين والعياد بالله المنافقون اللي كانوا في المدينة المنورة ورب ينزل في المصورة صورة المنافقون يتصيدون الأخطاء ويقع يقع السراع ويقع الخلاف ويقع التدمير والتخريب أبدا لابد أننا تكون فينا الخلق الإسلامي اللي هو اللي هو فيه فيه معنى الالتماس والأعضاء الاتمس لأخيك سبعين عذرا وإن شاء الله تعالى ربي قد يحفظ هذا البلد الأمين وندروا حد دعوة دي الخير أيها الأحباب الكرام لأن الدنيا اللي مخرج منها مخرج من عقيبها دائما نلتميس الدعاء فنرفع أكف الدراعة في هذا اليوم المبارك السعيد يوم الجمعة في الدعاء مستجاب وانطلبوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم قوة الإيمان وقوة اليقين لأن رسل ما الحقيقي الذي ينبغي أن نتواصى به هو الإيمان بالله راحنا غدا أو بعد غد سنودع كلنا كلنا راحلون ومن لغا درحل الإنسان لن يأخذ معه أي شيء إلا كفا يستر عورته والعملة التي نتعامل بها عند الله تعالى يوم القيامة هي الحسنات كما قال الله تعالى يوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نحرص على أن يتكون قلوبنا سليمة أنطلبوا الله تلا يجعل في قلوبنا الأمن والأمان والسلم والسلام ويرجع في جهتنا المحبة والمودة فيما بيننا وانطلبوا الله تعالى يحفظ هذا بلد الأمن راح مغربونا راح محسود وراح المناورات عليه من كل جانب ولكن مع كل هذا هو محفوظ بماذا محفوظ طبعا بالقيدة الرشيدة لصاحب الجلالة وبالجيوش دياله وبرجال الأمن ورجال السلطة ورجالات البلد على اختلاف أشكالهم ولكن أيضا محفوظ كما ذكرنا في الأول لأن في القرآن يتلى كلام الله يتلى فيه صباح مساء وفيه الآذان خمس مرات في اليوم في المساجد كلها وفيه المساجد ممتلئة بالمصرين فمغربون الحمد لله محفوظ رغم المناورات نطلب الله سبحانه وتعالى يجعلك مقال بلدة طيبة ورب غفور ونسأل الله سبحانه وتعالى الحكومة ديالنا رغم الظروف الصعبة اللي عندها نطلب الله تعلق يوفقها إلى أن تهتدي إلى أنجع الحلول أنجع الحلول باش يكون هناك إيجاد حلول للأزمات اللي حاضرة كانت أسف للواقع التعليمي كانت أسف لما يقع عند رجال التعليم وكانت طلب الله تعالى يوفق المسؤولين أن يهتدوا أن يهتدوا للحلول المناسبة للحفاظ على كرامة رجال التعليم ونساء التعليم ويكون عندهم المكان والحض واللائق بهم كانت طلب الله تعالى يوفق الله رجال القضاء رجال القضاء عرفه القضاء وهذه المدونة واللي أنا نرى النقاش حاد وفيه الرأي والرأي الأخر كانت طلب الله القائم على الأمر يهديهم إلى سواء السبيل ويهتدوا إلى مدونة دي الأسرة اللي فيها المودة والرحمة بين الزوج والزوجة وتحافظ على الكيان الأسري نطلب الله سبحانه وتعالى القطاع دي الصحة حنا عارفين بماذا يعاني يعاني الكثير من المطبات ويعاني الكثير من الأزمات والسبب هو الموارد القليلة ديالو الأطر القليلة ديالو وهجرة الأدمغة إلى خارج أرض الوطن نطلب الله تعالى القائم عليه أن يهديهم إلى سواء السبيل ويعتنوا بالقطاع الصحي ويكون شاء الله صحة للجميع والمغاربة كلهم يكونوا بسلام وعافية نطلب الله كذلك القطاع ديال التشغيل قطاع تشغيل عندنا أيضا كانت أسف لأن يعاني من معاناة شديدة الشباب الخريجين على اختلاف مستوياتهم الدراسية يلقوا صعوبة في الاندماج داخل سوق العمل وهذا أمر ميسر فقط ميسر على من يسر الله عليه نطلب الله تعالى الناس في القطاع ديال الشغل إما القطاع الخاص أو قطاع العام أو قدروا اليد في اليد والنقابات ديالهم ويتعاونوا باش نلقوا فرص شغل للشباب وفرص شغل لكل لكل المواطنين القطاع الإسكان واحد العداد ديالناس كيعانيوا من من مشكلة الكرة وعندهم في المحكام ما كمشي لها مرة مرة كلقى المصلحة ديال الإفراغات القضائية شحال ديالناس وقفين تماما عندهم موليداتهم محكولون بالإفراغ نطلب الله تعالى أيضا المسؤولين ديالنا يهتدوا في القطاع ديال الإسكان أنهم يلقوا الحمد لله السكن اللائق لكل مواطن وكان استبشروا خيرا بالإجراء الأخير لدات الحكومة أن هذه عقل عشرة ملايين سنتيم لمن يقتني سكن أقل من ثلاثين مليون وسبعة مليون سنتيم لمن أخذ إلى حدود سبعين مليون هذه هذه بشارة طيبة بشارة طيبة وهكذا باقي القطاعات قطاع جميع القطاعات كلها معنية كان طلبوا الله تعالى يحفظ هذا البلد الأمين وغن تعاونه غير بالدعاء رأى الدعاء به ربنا عز وجل يفتح الأبواب وكيخلي الإنسان أنه يفتق له الفكر ويفتق له العقل ويقوله الإرادة وكان طلبوا الله كذلك في هذا البلد الأمين يجعل المودة والرحمة بالأزواج والزوجات لأنه كانت أسفو في المحاكم كان لقى نسبة طلاق قد ترتفع والسبب هو غياب الصبر وغياب الربف تعايش ورفض لآخر الناس مخاصمين العريس مع العروسة والعجوزة مع العروسة والناس فيما بينهم يعني الغضب في كل مكان مش عمل نظام الدولي رأى تالأسرة الصغيرة في الغضب وحتى الأسرة الصغيرة فيه ينقطع لك إحنا محتاجين إلى ماذا؟ محتاجين إلى أن نتسامح ونتعاون ولا ننسى أيها الأحباب الكرم عندنا أعداء من غير الأعداء دي الوحدة الترابية والأعداء اللي هم في الخارج عندنا أعداء فين؟ كين النفس البشرية هي أكبر عدو أكبر عدو النفس البشرية اللي قال فيها الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وقال في آية أخرى إن النفس لأمارة بالسوء إلا مرحم ربي كل واحد فينا عنده نفس اللوامة ونفس أمارة بالسوء هنا لا بد أنه يبقى متشبث بحبل الله المتين بشد النفس ترتقي ترتقي هذه النفس ربي عز وجل بغن تكون يقول لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية كذلك قعدنا عدو خطير رأيش معنا وكي سبب لنا المشاكل اخذنا نتابهوا له وربي نبهنا له وحنا كان نسوه شكونا واد العدو إبليس إبليس معنا وإبليس هو لك يسول العداوة والبغضاء من الناس رأي إبليس هو أخرج أمنا وآبانا آدم من الجنة خرجوا من الجنة وهبطوا الأرض وأقسم أنه غد يبقى يغر ولدهم وأول من غرهم قابل وهابيل أول أبن آدم غرهم ودى البنتهم العدو والبغضاء فقتل أحدهم الآخر قتل قابل وهابيل وبقي إبليس يعيث في الأرض فسادع بقى إبليس دائما متى إبليس غد يخنس عند ولادة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما لما نهر مولد النبوي الشريف إبليس قال لزبانيته قال أخرجوا انظروا ما الذي يقع فجالوا في الكواكب الأرضية وجالوا حول الأرض وقالوا لم يقع شيء قال لهم لا شيء تزلزل بداخلي واهتز له عرشي قالوا شنوى الشيء اللي يقع فلما اطلع القى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإبليس غد يخنس بما دا يخنس بالصلاة على النبي المختار وإحنا في الإيدة على جنة مدراديو كان حرصوا أننا نصلي على النبي في كل وقت وحين الكلام جنة يبدأ بالصلاة على النبي وفي الوسط الصلاة على النبي وختامه كما بودي بالصلاة على النبي فنسأل الله تعالى ببركة الصلاة على النبي المختار أن يحفظ هذا البلد الأمين ويحفظ يا ربي سلطاننا المحبوب كان الإمام الحسن البصري من أولياء الله الصالحين يقول لهم لو كانت عندي دعوة واحدة مستجابة وأطمع بأن الله تعالى واحدة فقط قالت سأزعلها إلى السلطان قال لي لماذا تجعل السلطان قال لي لأن السلطان بصلاحه يصلح بأمر الأمة وبغير ذلك يفسد فالدعاء للسلطان الله تعالى السلطان المحبوب أن يشفيه ويعافيه ويقويه ويوفقه للخير وأن يعينه عليه وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه ويريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه نسأل الله تعالى أن يجعل كلمته مسموعة ورايته مرفوعة وخيراته متصلة غير منقطعة ونسأل الله تعالى أن يجمع الشمل الأمة الإسلامية نحن أيها الأحباب ننتمي إلى أمة لا ينبغي أن ننسى أن ننتمي إلى أمة لقال في الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس الأمة الإسلامية هي عهد في قلوبنا وفي رقابنا ونطلب الله تعالى للأقل بالدعاء أن يجمع شمل هذه الأمة وأن يطفئ الغضب وأن يؤلف بين القلوب ويصلح حداة البين ويرفع راية الإسلام خفاقة في كل مكان دائما أيها الأحباب الكرام في سجودكم قولوا اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اجمع شمل أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد كان الصلحة عبر التاريخ يا ما فتن تاريخ مليء بالفتن مليء بالدماء مليء بإزهاق الأرواح ومليك تكتر الفتنة أش يقول الصلحة يقول لعموم الناس في كل سجدة قول اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجمع شمل أمة سيدنا محمد اللهم ارفع راية أمة محمد اللهم انصر أمة محمد وربي عز وجل غادي يجمع الشمل دينا وغادي يرفع المقام دينا وغادي يعطينا الخير الكثير بإذنه تعالى لأنه قال في كتاب العزيز كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله أسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنة وأن يرحم أمواتنا وأمواتكم وأن يجعلنا وإياهم في جنات النعيم وأن يجعلنا وإياكم في مرضات الله وأن لا يحرمنا من النظر إلى وجه الكريم كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله